نخش بقى في الموضوع وتحليل نظرة على أداء منتخب مصر في كاس العرب ونظرة مقربة شوية للعيبة الزمالك يعني بس إيه أنت شفت بشاط منتخب مصر إزاي عطا ورؤيتك كده الكيروش بيعمل إيه الدنيا ماشي إزاي يعني والله هو معتبر واضح جداً معتبر كاس العرب يعني حق لطبع ده أنا شايفه مش عيب يعني ده أنت شايفه صح آه طبعاً هنا يعني أولا ستدع في حساسيات بتاعت كاس العرب يعني مصر ما تقبلش برضو في كاس العرب يعني أهو يعني ما أقول لك على حاجة أنت برضو بتختار خصوبي يعني ممكن نشوف التجارب دي قدام الجزائر الدنيا كان يعني مرضو صعبة في البداية وخدنا وقت عشان خاطر برضو حصل التغيير أيمن أشرف ده يعني رغم أن أيمن أشرف لعب جيد لكن في المركز ده ما كانش أفضل شيء أو ممكن كان على فكرة أخد وقت ونشوف الموضوع بس أنا كلنا شايفين الفريق مش معدول كده أنا شخصيا يعني أنا أما شفت التشكيل كده يعني ما كنش فاهمين أصلا إزاي الخطة عتمشي إزاي يعني أخصا أما بتاع الموتش أعمال أشرف في النوت أعمال أشرف لعب كويس على فكرة يعني أما بلعب مساك أو ساعة بلعب بكش مال بيأديهم بشكل كويس بس في النص دي اتجربت مرة والتانية مكادش بس هي سبحان الله يعني كيروش مدرب كويس فجات له كده هو أنت برضو ما تقدرش تلوهم قوي لأنه ما لعبش في مطشات ودية كتيرة مثلا ما عندوش مطشات فهم أعتبر دي الوديات عشان كاس الأوم آه لو أنا شفت حقل التجارب ده في كاس الأوم صعب لو شفت حقل التجارب ده في ماء فينال كاس العرب أو سيمي فينال لأ برضو يعني دهوقتي إحنا كان عندنا منتخبين أقل من منتخب مصر كتير مع كامل احترام ليهم لبنان والسودان أقل من منتخب مصر فعندك التجارب ده أنت لعب تتعليم تشكيلة ما يغلب عليها احتياطين كتير جدا أو ده كده الصف الثالث هلأ اعتبرنا أنت أصر خسران صف أول أو جزء من الصف الأول قبل كاس العرب بالتالي أمام السودان كان مفهوم جدا أمام الجزائر لأ أنا شافت شافت أنا مجورة الجزائر كنلعب بالقوة الضربة ونشوف يعني أنت الجزائر أقوى من الأردن يعني في النهاية ومناسبة التجارب لكن هو يمكن برضو اعتبرنا أننا متأهلين فخلاص نكمل التجارب يعني الشناوي يجوا من مصر الأول بوضح من اختيار كيروش مدلش لي الحد تاني في الماتشو زي السودان لو كان ماتشو يبدو من الورق من نتاج السودان مع جزائر حاجة زي كده بجملة التجارب يعني انت في لعبة يعني يعني ومركز حراس الماربة بيحتاج تدي الحرس تاني يشوف ماتشوات برضو والله هو السؤال ده ما جايش بموارده شبالي يعني أنا معارف انت مكتر وأنت عارف أن حراس الماربة بتتغيرش كتير ما جايش باري السوداني فعلاً كممكن يغير لكن خلق فمتش زي السودان يعني عطا خلال البداية مهمة لعب ياخد صبغة دولية لعب ياخد ثقة يبقى سعيد بالمشاركة حتى مش بطلب انك يعني أنا شخصاً كنت مختلف عنه صبحي حتى ان الرعب ملعبش لسه لدوتي مع منطخب مصر فكاة المشاركة الدولية الأولى تفرق معها ساعات بيبقى يعني بتبقى في سيفي بتاعه كده طبعاً فيش كلام لكن في النهاية يعني مقبول يكون فيه تجارب احنا برضو فيكسبنا حاجة كويسة ان فيه لعبين كتير اكتسبوا الصبغة الدولية دي حاجة كويسة لعيبة خادت أجواء ما شافتهاش قبل كده احنا لأسف الدولة مصر مزال مستمر بدون جامهير يعني كامل قليل يعني ان شاء الله الامور تبقى أفضل لكن طبعاً فيه لعيبة نفسك بتقول يعني عمر السولاي نشوف تصريح لي قال يعني عمر السولاي اللي هو لعب كويسة ان انت بتجرب خطط برضو مش بطال أبداً انت تتجرب خطط وإن كان يعني انت فكر فكرة ايه احنا عندنا أصلاً طول الوقت حيرة في قلب خط النص كنا دايماً يا طاري حامد ولا حمدي فتحي ولا عمر السولية ولا محمد دانيني كلهم يعني ما كانش فيه رضا كامل عن أداء كل واحد فيهم كده على حدة لوحده فدايماً كنا نقول ايه يعني ده فيه اختلاف فانتما بالك بقى مزود لعب تقلت في خط النص يا فكرة كلهم عارف انت كلهم اما تحطوا فيهم كل واحد فيهم مركز ستة تلاقيه كويس بالزبط كده يعني تحطوا في تمانية بقى واللي هي عايزة شوية تبتكار كده تحس ان الدنيا ايه بتحطل شوية يمكن السولية دلوقتي هو بقى يعني بقى أقرب واحد لما كانت دلوقتي أكثرهم آه لكن في النهاية يعني التجرب مش عيد وكويس انت بتكتكسب أكثر من لها وانت شفت اربعة تلاتة تلاتة لو انت بتشوفها بقى لو رجع يعني لو رجع بقى زي المنتخب بيلعب بالتشكيل الأساسي انت بتشوف ازاي يعمل التلاتة بقى يعني هو دلوقتي ممكن نكتشف السولية حيبقى مين يمين ومين شماله لا لازم حد يحللنا اللغز وخصان في شماله لا لازم حد يحللنا اللغز السولية ولا السولية عشان حيبقى انت بسمعليه بقى روح اسألهم بقى لازم حد يحلل اللغز لكن تتكلم عن انت على مركز تماني المركزين تماني يمين وشمال يعني فاهم وخصوصا الشمال يعني ساعات كتيرة بنحتاج لعب أعصر في الحطة دي انا بلاحظ حتى يعني مفيش اللعب ده اللي هو يزيد شوية يعني أولاك ساعات كان بلعب بها عبدالله السعيد انا تاخد بالك في الموتشين الموتشين الليبيا ده يعني قداما بالسؤال سهل هتقول لي صلاح ومصطفى ومرموش انا سأل لك السؤال الصعب انا عايزة منك ثلاثة بتوظيف وحتى قد تظهر سهل السؤال الصعب يعطى ثلاثة ونص اعتقد اعتقد يعني هي هتبقى لو قلت الأسامل انا هقولها دي ممكن هتقول لك تمهاية بقت اربعة ثلاثة واحد لكن في النهاية لأ برضو في خصائص التوظيف اللعب بيفرق فانا بشوف انه واحد من أفشة او زيزو او عبدالله السعيد واحد يلعب في السلاسي ده ما ينفعش تخلى عن واحد من السلاسي ده لكن انت صعب انت تبقى تدفع بلعبين هو حاول يجرب مصطفى وحن ناقش الكلام ده مثلا مصطفى حتي مش حايم فأيمن أشرف مش حايم فقوي فانت بحتاج لعب زي ما تولتي يساعد السلاية بقى اتنين حقيقيين رقم 8 لعب كمان اقرب بيبدأ يعني السلاية وهو متراجع افضل لكن لما اقرأ عرضك ارتكاز السلاية ونيني وتالتهم هو اللي بين أفشة وبين زيزو وبين عبدالله السعيد اعتقد ده هو يمكن يكون التشكيل الافضل في الوقت الحالي يمكن يعني مش متأكد لان احنا برضو في النهاية مشوفناش اللعبة تبتلعب مع بعضها في نفس الوضع ده عشان نحكم مين فعلا اللي يقدر يجيد في المركز ده اكثر واحد فيه انما اعتقد قلوب الدفاع اعتقد يعني حجازي والونش واعتقد الباكة الشمال فتوح والباكة اليمين غالبا اقرم توفيق رغم ان انا شفت ان عمر كمان عبدالواحد قد شكل كويس يعني كل ما بيشترك بيلعب وعنده التحدي باهم عمر ده وتفضل تقول ايه مباراة السودان اقل فانت مدرش تحكم وان كان لما لعب في النهايات مباراة الجزائر كان كويس كان سابت يعني هنشوف ورات الاردن نقدر نلوحكم اكتر مين احكم بين عمر واكرم توفيق احيانا بيقدم مستوى كويس واحيانا بيحس ان هو مش قادر يقدم واجب هجومي كويس الرفعات بتاعته محتاجة اه الدفندر توزف بكي مين ايوما دي بالمناسبة برضو يعني بتعمل لود عليها ومحتاج لسه احيانا بعض الحاجات خاصة اعتقد ارسال الكرة العرضية عنده لسه محتاجي يجدها بشكل جديد خاصة ام ان فتوح رغم تميزه مع منتخب مصر وبرضو مش مش حتة العرضيات هي الشيء الوحيد اللي ينقص فتوح اه دي حالة فانعاصدا ما يبقى الطرفين فتوح واكرم فبتلاقي العرضيات بعافية شوية مصر اجل حتها مكسورة مكسورة بتلعب مصطفى محمد اللي بيعتمد كتير ان هو طبعا بس هيا عندي احساس كان ان هو هيلعب بصلاح فروت مش عارف ليه صلاح فروت طب يعني ليه اه الله عندي عندي الاحساس ده وفي كاس الامم حيحط صلاح هو اللي هو رأس الحرب هو اقل تقدير هيحرر صلاح هو بيعتقد هو بيالعب 4-3 عشان يحرر صلاح خالص انا وجعش قلب صلاح خالص لفكرة العودة للدفاع هيحط لاعب يعني ده اللي برضو انت بتتكلم عن لعب من ناحية الشمال هو دائما السؤال عشان تحط السلية مثلا يعني مش عارف على يمين بحيث ان هو يغطي ورا صلاح كتير انا عندي احساس يعني هيبقى صلاح يعني ايه مصطفى عمد عليها ان يخشى على مكان ممكن صلاح ومرموش ويحط لهم مين بقى المصطفى فتح يعني ممكن ممكن تريزجيل وما جاهز بس تريزجيل ومرموش الاتنين شمال صعب يلعب ايه وان كان تريزجيل ايه باي يعني كراس حربة لان انا شفت يعني اللي شفته ان مصطفى وشريف وما قدموش المستوى المقنع مية في المية لكيروش هو ممكن اللي انت بتقوله ده بس هو دائما نشوف ايه خسائره خسائره من تواجد صلاحه قدام ان هو المركز الجانب الايمن هو برضو زيزو موجود في الحزبة بالمناسبة لكن على ما يبدو ان هو مش حاطة حسابه أو على زيزو فكرة العرضيات ما صلاح دلوقتي بقى هوم والرأس حربة فانت عندك واحد مش منتظر العرضيات قوي هي حزبة كلها انت بتخسر حاجة وبتكسب حاجة وهكذا دوليك